قال السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية قال عن هذا الاحتفال وعن هذه المشاركة ان مصر والهند تمتلكان تاريخا عريقا وحضارتيهما متجذرة مشيرا الى الاستقبال الحار الذي قبل به رئيس عبدالفتاح السيسي منذ لحظة وصوله الى العاصمة نيو ديلي وكمان خلال لقاءاته مع رئيس الهند ورئيس الوزراء الهندي يمكن كمان اشار الى يعني ان هذا الاحتفال وهذا الاستقبال مختلف على كافة الاصعيدة سواء كانت سياسيا او اجتماعيا او غير وليه بقى لانه اشار الى ان اخر احتفال للهند بيوم الجمهورية دعت اليه 11 رئيس دولة لكن هذه المرة وجهت الدعوة للرئيس عبدالفتاح السيسي فقط وده اللي بيأكد على تأدير الهند الكبير لمصر ولرئيس السيسي السفير بسام راضي كمان قال انه بمناسبة زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي الى الهند اتفق الجانبان على اصدار بيان مشترك بيتضمن التأكيد على الارتقاء بالعلاقات الثنائية الى مستوى الشراكة الاستراتيجية ودي اللي بتغطي المجالات كافة سياسية وامنية ودفعية واقتصادية وكمان طاقة اشتركوا في القناة